محاولات جديدة لتهديئة الوضع في اليمن لا سيما بعد ان فشلت المحاولات الاممية الرمية للتوصل الاتفاق مع ميليشي الحوثي المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفث كثف من تحركاته في محاولة للحصول على غطاء اقليمي ودولي لدعم الجهود الرمية للتخفيف من حدة المواجهات العسكرية والصراع في البلاد مصادر دبلوماسية قالت ان المبعوث الاممي سيقدم احاطة لمجلس الامن الدولي يطلب فيها تجميد العمليات العسكرية في اليمن لمدة شهر واحد ويدع الفرقاء في اليمن لعقد جولة مشاورات جريدة في جنيف مطلع ايلول القادمة ومن بين الاجراءات التي يعتزم المبعوث الاممي اتمامها العمل على انجاز اكبر عملية لتبادل الاسرى واتخاذ اجراءات تضمن وصول المساعدات الانسانية الى مختلف مناطق اليمن تحركات جريفث تعتمد على الدعم السياسي والدبلوماسي من وزارة الخارجية في بلده الامر الذي يفسر حرصه على تقديم مقترحاته الجوهرية حول الحل السياسي في اليمن بالتزامن مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الامن الدولي الشهر الجاري الخوف من فشل هذه التحركات لا يزال قائما لا سيما بعد اخفاق المبعوث الاممي بالتوصل لاتفاق جزئي حول مصير مدينة الحديدة ومينائها مع تصاعد المواجهات العسكرية واستهداف ميليشي الحوثي لناقلتين نفط سعوديتين قبلة مضيق باب المندب اما الهدنة التي اعلنتها ميليشي الحوثي من طرف واحد فقد اعتبرها خبراء استراتيجيون محاولة استباقية لامتصاص حدة الغضب الدولي من عملية الميليشيات في مضيق باب المندب والتي ترافقت مع تصريحات ايرانية هددت بتعطيل الممر الملاحي الدولي اذ قلل الخبراء من اهمية الهدنة المعلنة نفتين الى انها لن تحدث اي تحول حقيقي في مسار الحرب بقدر ما تحاول اظهار الميليشيات الحوثية انها باتت طرفا فاعلا في المعادلة الاقليمية وقادرة على تهديد الامن العالمي متى ما رغبت في ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر